كرام الآن نفتح أولى ملفاتنا للنقاش الذي خصصناه ونخصصه للحديث عن الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني وهي الحملة المتعلقة بالانتخابات المحلية قبيل أو قبل حوالي 12 يوما من إجراء هذه الانتخابات إذن أستضيف سيد مجاجي نوردين وهو مترشه عن جبهة التحرير الوطني بولاية سيد بالعباس أهلا وسهلا سيد نوردين أهلا بك أسامة ومشارك إذن سيد نوردين أنت شاب صغير ربما يقبل على هذه الانتخابات وش هو الغرض من مشاركتك أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ترشحنا لهذه الانتخابات المحلية بالمجلس الشعبي البلدي الغرض الذي كان عندنا عدنا في المقام الأول جئنا لإجساد مشروع سياسي جميل هذا المشروع يعلن بتمكين السياسي السياسي لشاب جزائري لشباب الجزائري عفوا على ضوء التعديل الدستوري كما نعلم بأن الجزائر وبعد التعديل الأخير سيام التعديل التي كيف تمكين السياسي؟ لمن التمكين السياسي؟ للشباب للشباب نعم للشباب التعديلات التي مست الدستور قد خفضت مشروع وفقا للنظام العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات قد خفضت سنة الترشح إلى 23 سنة وإذ إنني أحوز على 25 سنة يشرفني أن أكون مثلا لشباب الذي يريد بحق وعن أمانة الدخول إلى العالم السياسي جميل جدا أتمنى لك كل التوفيق سي نور الدين شكرا طيب البعض يلوم الشباب أو ربما يقول أنه ما عندهمش خبرة سياسية تسمح لهم بالمشاركة في مثل هكذا انتخابات أو حتى تسير المجالس الشعبية البلدية عارفين ربما فيه بعض البلديات فيها توازنات فيها أمور لا تخفى عن الكثير من العامة هل باستطاعت شاب في عمور 25 سنة أن يسير مجلس شعبي بلدي في اعتقادك؟ لماذا؟ لماذا؟ إذا كان عنده حماس وحب يخدم وعنده طموح وعنده برنامج يقدر يسير بلدي لأنه شباب قادوا أشياء عديدة شباب جابوا طورة لماذا؟ جميل جدا حتى رئيس الجمهورية شدت في أكثر من محطة على وجوه مشاركة فعالة للشباب في العملية السياسية طيب احنا شفنا الكثير من الشباب في الانتخابات التشريعية السابقة المشاركة السياسية الوحيدة هي كانت في الحملة الانتخابية في الترشح وبعد نهاية الحملة الانتخابية وبعد أن تفضل انتخابات ربما لا يعدون للعمل السياسي ويحتزلون العمل السياسي خاصة إذا كان فيه فشل في هذا المشاركة هل تنوي مواصلة النشاط السياسي أم الأمر مربوط بالنتائج المتحصل عليها في الانتخابات؟ بصراحة نعم أكيد أكيد بيكون صراحة أكيد صراحة لازم تقال أكيد رح نواصل نشاطي في السياسة كمناضل نعم يعني إذا جاب ربي وفوزنا في الانتخابات المحلية رح نعمل ونكون في خدمة المواطن جميل نوقف على إنشغالات المواطنين وإعادة النظر في جميع عديد من الأمور وإذا ما حزنش الحظ نميرسوا نشاطنا إذا ما جدت هذه الفرصة فرصة جاي إن شاء الله طيب جميل نوردين اليوم الحملة الانتخابية أعتقد اليوم هو الأسبوع الثاني 12 يوم 13 يوم أعتقد هكذا نعم هل ربما تحاورت مع المواطنين عملت عمل جواري في الأسواق في الشوارع في الأحياء هل وش كان السادة اللي عندك بالتحديد أكيد بدون شك نحن طلعنا للشوارع الأحياء الشعبية مع المترشيحي قائمة حزب جبهة تحرير الوطني بس ما عنده الانشغالات للمواطنين المواطن راه مجروح المواطن راه في حالة يعني إحنا أصلا إحنا راه نعيشين مع المواطن وراه نعيشين كما راه عايش المواطن وهذا الانشغالات للمواطن هي اللي تخلي لك حافظ أنك تخدم وتوصل هذا الشيء اللي رك بغي توصله وتكون همزة توصل بين المواطن ودرك أنا كشاب عندي رغبة أني بغي نخدم بغي أن القائمة موجودة قائمة نحن حزب جبهة تحرير الوطني كلها شباب كلها شباب موجود 28 شاب أنا أصغر مترشح فيهم 25 سنة 25 سنة نعم أنا أصغر مترشح كنت سمع الإنشغالات على المواطنين واذا يقول لكم المواطنين نور الدين كل مواطن كل مواطن وش يقول لك كاللي مواطن عنده إنشغالات يقول لك أنا هو الحي التاعي اللي راني فيه بدون إضاءة ما كانش ملاعب أولادنا ما كانش وين يروحوا تلقى هاد الأشياء ضرورية أشياء ضرورية ناقسين ترك هذا الشيء لابد منه أن يكون موجود هذا راه مواطن لازم ولده يلقى ملعب الحيض كإنسان في الليل يخرج في الليل يخرج ما يقاش الضو هذه حاجة ضرورية جميل طيب نور الدين ربما هل تعرف أنه صلاحيات رئيس البلدية محدودة ربما ما تقدرش توفر كل المشاريع ممكن حتى نظام التسيير في هذا العهد رح يختلف عن الأحداث السابقة يجب أن يكون فيه موارد مالية محلية ربما يكون شح في الإمدادات الخاصة بالأموال والمشاريع هل أنت مطلع على كل هذه الأمور؟ شكراً على هذه النقطة هذه نقطة جد مهمة نحن من هذا المنبر نطالب بتعديل قانون البلدية هو بدون شكراً في التعديل توسيح صلاحيات يعني ليس عاجبك قانون البلدية لا لا توسيح صلاحيات لرئيس البلدية ونوب البلدية صحيح دورك أنا مواطن كي يصوت علي مواطن ونولي منتخب في المجلس البلدي ويجي عندي مواطن يقول لي رأى عندي هذا الانشغال ودورك أنا هذا الانشغال يكون عندي صلاحيات محدودة مثلاً في السكن أنا راح أكون عضو في لجنة السكن دورك أنا كي يجي مواطن يقول لي ما وقفتش معايا وما حلت ليش الانشغال التاعي وكل شيء أنا نحن نطالب بتعديل قانون البلدية وتوسيح صلاحياته توسيح صلاحيات قانون البلدية صلاحياته في أي طالب التحديد مش حابين صلاحيات الصلاحيات مثلاً الصلاحيات تكون مثلاً في السكن صلاحيات في السكن تقسيم السكن تقسيم السكانات صلاحيات عديدة يتوسيح صلاحيات على حسب ما أظن أنه القانون سوف يعدل وراها عند الجهات المختصة البقي لغي المسادقة إن شاء الله في خلق الثروة المحلية نعم مهم طيب وش هو تصورك للبلدية وللتسيير البلدية هل عندك طموح مثلاً لجلب استثمارات لتنسيق مع بلديات أخرى لإنشاء مصانع لإنشاء شركات نحن نود هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله عدنا برنامج برنامج تاري أكيد فتح مؤسسات وجلب استثمارات أيضاً وفتح مناصب شغل لقضاء البطالة إن شاء الله بإذن الله جميل طيب أنت معشح عن بلدية سيدي بالعباس أكثر نعم وش هي الخصوصية في بلدية سيدي بالعباس وش كان في بلدية سيدي بالعباس ومكاش في بلديات أو ولايات أخرى حب أنت تستثمر فيه وتقويه وتركز عليه مثلاً سياحة سياحة فتح فتح أماكن ترفية إنشاء مؤسسات إعادة النظر في الملاعب التمويل من رح يكون بالتحديد التمويل أكيد رح يكون من البلدية لأن البلدية عندها ميزانية وإذا فتحنا مؤسسات وهذه المؤسسات إذا فتحنا مؤسسات وقدرنا نجيبوا استثمار للبلدية رح يكونوا مداخيل صحيح وأكيد المداخيل وفي نفس الوقت رح نعملوا مواطفين يعني المواطني يستفاد والبلدية تستفاد بكل تأكيد أكيد والبلدية الولاية كاملة تستفاد نعم إن شاء الله بإذن الله جميل جداً إحنا كان مفروض يكون معنا ضيف مترشح آخر في هذا النقاش ولكن اعتذر في آخر لحظة مع ليش ربما هو كبير في السن مقارنة بك أنت 25 شكراً سنة نور الدين فيه مترشحين كبار ربما لم يملوا من ممارسة العمل السياسي أحنا نحيوهم وأتمنى لهم كل التوفيق أكيد ولكن أحيانا يكون فيه صدام مع الشباب في طريقة التسيير في النظرة للأمور في طريقة معالجة مشاكل البلدية في التعاطي مع الشباب ومع مشاكلهم وش رايك فيه ترشح كبار السن أنت أنا كبار السن نحتارمهم أكيد أنا منهم كل الاحترام لا يطيق صحة وبالتوفيق لكل مترشحي عبر تراب الوطن نعم وكل أحزاب سياسية الأهم شي لدولي عندهم مش عالم من عهداء يعني المترشح مش كل مترشح مخدمش يعني إذا كان مترشح سابقا وخدم والشعب طالب أهلين يعاود يترشح الله يوفقه سهد أشوف لا عاود يترشح إذا خدم البلدية تاعه واستجاب للمواطن وإذا راح عنده المواطن استقبله واسمع الإنشغال تاعه إحنا نخرجوا للأحياء نخرجوا للمواطن قل لك إحنا صاير رأنا ملينا وعود وعدونا 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 قل لك إذا كان نشوف أنا شاب راه مترشح نعاون شاب نعاون شاب مترشح نعاونه لأنه شباب كالي شباب راه هم كفاءة كالي شباب عندهم برامج كالي شاب راه بغي يخدم نور الدين أنت رغم أشاب في 25 سنة عندك أصدقاء في بلدية أكيد وولاية بلعب باس بصفة عامة فيه طلبة جميعيين فيه بطالين فيه ربما من هم عندهم وظائف فيه موظفين وش هي رؤيتهم ونظرتهم للعملية السياسية الخاصة بهذه العملية الانتخابية الخاصة بالمحليات هل ينظرون للأمور بإيجابية هل وعدوك أنهم مثلا راح يصوتوا عليك أو يصوتوا على مترشحين آخرين أنا حاب نعرف خلالك أنت كشاب نظرت الشباب لهذه الانتخابات لكن يستيجاب كبير جدا والتصويت راح يكون على القائمة نعم على القائمة لأن القائمة راح فيها كفاءة ما شاء الله صحيح قائمة قائمة لأنني مترشح فيها فيها كفاءة ما شاء الله وشابات أيضا التصويت رح يكون للقائمة وأكيد الاستجابة من طرف الشباب والأصدقاء أيضا كان استجابة واسعة وأكيد رح يوقفوا بإذن الله إن شاء الله أتمنى لهم كل شيء وأتمنى ربما أن المشاركة السياسية لا تختصر فقط على الترشح للانتخابات وإنما حتى على العمل السياسي هو ربما فضاء واسع سينور الدين طيب عندي تساؤل بخصوص التوظيف مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية أنتم شباب ربما وتركزوا على هذه الأمور أكثر من كبار السن هل عندكم ربما صفحات مواقع للتواصل مع الجمهور وكيف كان تجاوب الجمهور مع هذه المواقع؟ أكيد تم فتح صفحة خاصة تم استجابة كبيرة وكيف كان أسئلة تم استجابة على الأسائل يعني مشروعكم واش هو برنامجكم واش هو وتكون الاستجابة مباشرة يعني مواطن كي راحضوك نحن في حملة انتخابية مواطن كي سقسيك لاجم تجاوبوا مباشرة نحن كمترشيحين شباب كمترشيحين باسم حزب جبه التحرير الوطني واش عدنا برنامج واش نظرتنا المستقبلية واش راح نحب نديره بإذن الله راح يكون تغير راح يكون تغير بإذن الله لأنه احنا الحمد لله رئيس الجمهورية دار في نتيقة كشباب ولولا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل رئيس الجمهورية سلعب المجيد تبون أنا ما نقدرش نترشح 25 سنو ونقدرش نترشح لأنه رئيس الجمهورية المسؤول الأول في البلاد طال الله في عمره افتحنا هذا الباب وعطانا فرصة لازم نكونوا سباقين ونكونوا في حصن ضن رئيس الجمهورية أتمنى لكم كل التوفيق ربما في 30 ثانية أترك لك الكلمة مفتوحة للتوجه للناخبين ببلدية سيدي بالعباس نحن نطلب من كل مواطني ولاية سيدي بالعباس نحن نطالب من كل مواطني بلدية سيدي بالعباس يوم 27 نوفمبر يتقدموا إلى صنادق الاقتراح ويصوتوا على قائمة حزب جبهة تحرير وطني رقم أربعة لأن هذه القوائم المجلس شعبي الولاي والمجلس شعبي البلادي تحمي الخيار أبناء بلدية سيدي بالعباس وولاية سيدي بالعباس ومن الكفاءة والشبان وإطارات وأساتذة في الجامعات وبروفيسور جميل جدا شكرا جزيلا سيدي جاجي نوردين شكرا أنت مترشح عن جبهة تحيير الوطني هكذا بولاية سيدي بالعباس بلدية سيدي بالعباس شكرا جزيلا نورد لعب شكرا جزيلا شكرا جزيلا